السلام عليكم أصدقائي أشاهد أو أقرأ العديد من التعليقات في قناتي تقول بأنك يجب أن تخوض مناظرة مع فلان أو فلان التعليق الأخير يقول عليك أن تخوض مناظرة مع عدنان إبراهيم أو فلان أو فلان هذا نبهني لقضية أساسية جدا وهي أننا نأي شخص غير متدين وليس له ألاقة وطيدة بالدين أو خارج عن دائرة الدين هو بالضرورة لا يمكن لأحد أن يناظره من المتدينين المتدينون لا يناظرون أحدا إلا أنفسهم أو إلا خصومهم في الملحدين مثلا فهما يخوضون نقاشا مع أندادهم من الملحدين أو المؤمنين من أديان ومذاهب أخرى أما أن يخوضوا نقاشا مع أناس من جهات أخرى غير دينية فهم خاسرون بشكل لا يقبل الجدل يعني مثلا عدنان إبراهيم مع احترام له وعلى الجمعة والقرضاوي وغيره وغيره هؤلاء الجميع لا يصمدون أمامنا خمسة دقائق لا بد أن نتحدث بهذه الدقة وبهذا الصراحة يعني ليست مسألة أنني أنا لدي قدرات خارقة لا لا بالعكس هؤلاء ليست لديهم حجة دقيقة وواضحة وممكن التعويل عليها لهذا السبب هم مجرد هم أشبه بالسمكة هؤلاء أشبه بالسمكة لا يستطيع أن يعيش خارج المنطقة التي نشأ وترعرع فيها بهذا السبب لهذا السبب تجد الرجل الدين والمتدين يعيش في خانق ضيق هو هو ولد كيعيش في بيئة محددة له سلفا مجرد أن يخرج يخترق ويموت لهذا السبب هو عندما يتجادل معك يشعر بالعجز إذا كنت أنت خارج الماء الذي تعود الحياة فيه فيها فعدنا الإبراهيم أو غيره لا يستطيع مناقشتنا ولا يستطيع الدخول في نقاش معنا على الإطلاق ولمن يقول بينني أبالغ دعوني أرى يوما من الأيام عدنان إبراهيم خاض نقاشا مع شخص خارج البيئة الدينية التي ترع رعى ونشأ فيها لا يوجد على الإطلاق ما أنا لحد عدمي يعني لم أجد يوما من أيام هو دخل في هذا النقاش مثلا تجد شخص بتقارضة ودخل في نقاش مع صادق جلال العظم وهذه كانت يعني بالنسبة لهم كارثة يعني نادرا ما يتكون في هذا الجدل لكن عموما هي الفكرة أنه فكرة المناظرة هي مناظرة بين شخصين لديهما خلاف على قضية معينة كل واحد لديه توجهة لكن التوجه الديني مشكلة أنه المناظرة تقوم على أساس فالأساس ما هو الأساس أساس المنهج العلمي المنطق الفكر الفلسفة المناهج الحديثة وحتى القديمة المنهج المؤتمدة فهذا الأساس لا يوجد الدين لا أساس له يجب أن نعرف هاي الحقيقة هو يدعي لديه منهج والمهج قائم على أشياء هو أيضا مختلقة الكتاب والسنة مثلا عند المسلمين المسيحيين لديهم الإنجيل وما إلى ذلك وآيات الإنجيل والرسائل البولوس وهذه هي هاي اللي شكل اليهود لديهم لكنها كلها ما لها أساس أساسها لغة لغة في لغة في لغة لكن الأساس النقاش العلمي النقاش المهج العلمي المهج الفكري دائما تجد لديه أسس وأسس قابلة للنقاش وقابلة للجدل وقابلة للتهديم والحفر والنقر والتحكيك والتشطيب وأيضا الدحف لكن منهج الديني هو منهج مزيف لا أجي حلقة خاصة بموضوع أنه العلم ليس الدين ليس علما نشرت بحلقة واحدة طويلة تقريبا ساعة وربع وقسمت بعد ذلك إلى الزاء ممكن تتابعون هذه المسألة أخلص إلى القول أننا تدخل في مناظرة مع شخص مثل عدنان إبراهيم ليست قضية كبيرة هو يؤثر على الناس الذين تعودوا منذ الطفولة على سماع الآيات والحاديث وأصبحت جزء من الإيقاع النفسي واللغوي الذي يعيشون عليه ويعملون ويتحدثون ويمارسون حياتهم ويموتون أيضا فهؤلاء متعودين على هذا النفس يعني عدنان إبراهيم مثلا مع احترام كما قلت وعلي جمعه والشيخ ورجال الدين بأكل هما يسميه الثقافة الشعبية الثقافة الشعبية البسيطة السطحية التي لا أمقى فيها هما يدعون العمق يدعون طبعا العلم ويدعون كل شيء عظيم مثل مطرف شعبي هو شنو رجل الدين هو مثقف شعبي هو هذا رجل الدين هو مثقف شعبي أكو هناك شعر رصين مثل المتنبي مثلا لا تستدعم مقارنة بشعر محلي في منطقة محددة الشعر الشعبي هاي هي هاي ميستا ميستا إنه شعر في منطقة محددة ممكن أن يرتقي لأن يصبح شعر على مستوى إقليمي أوسع لكن رجل الدين في أعظم حالاته لا يتجاوز مستوى المثقف الشعبي هو هذا الثقافة الشعبية هو أكثر من هذا ما لا قيمة فعليه عندما تأتي وتتحدث تحدثني عن عدنان عيسى يعني عدنان إبراهيم وتحدثني عن علي جمعة وتحدثني عن عبدالله رسدي وأسماء كثيرة والقنيبي هؤلاء ناس قابلياتهم محدودة وأفقهم الذهني ضيق أفاقهم صغيرة جدا ولا يستطيعون الخروج لديهم مجرد بعض الحيال وبعض المنابزات حول هذه وتلك وليس لديك كذا هم يتعكزون على العلم في كلامهم ويدعون بأنهم قمة في العلم هم في الحقيقة لا يتعكزون على أي شيء يتحكزون على أشياء وهمية هو بدلا من أن يعزز أو يؤكد منطقية وصرامة الأسس التي يقوم عليها وواقيتها ويقدم البراهين عليها ماذا يفعل يغش الآخرين ويقول انظروا لديهم المناهج الأخرى منهج العلمي المناهج التاريخية والفكرية والإنسانوية المعاصرة بأكملها أو حتى القديمة المنطقية فيها شكالات كثيرة طبعا فيها شكالات يعني ما الضير في هذا المسألة الحياة ما زالت مستمرة ومشاكل موجودة لكن المناهج الموجودة هذه قابلة للتغيير وكما قل التحكيك والتشطيب والدحض لكن هذا لا يناقش المنهج مارتن المنهج الكسيح الكسيف الذي لا قيم له إلا بشعبيته وفرضه على الناس البسطاء الذين لا يدركون حقيقة الأمور فبالتالي عدنان إبراهيم لا يأتاش إلا على الثقافة الشعبية إلا على الناس البسطاء إلا على أنصاف المثقفين أو العارفين إلا أنصاف يعني الشبه الأميين أميين ثقافيا والأميين فعلا فهي عشتهم على هؤلاء فقط أما تريد يناظرني أوكي ربما يهزمني ما عنده مشكلة حتى إذا هزمني أنا ما عنده لكنه عنده مشكلة إذا هزمته إذا أنا هزمت عنده مشكلة أنا هل يهزمني يعني أنا ما عنده مشكلة أي واحد يريد يناظرني ويهزمني أغلى شكرا جزيلا أنت قدمتلي فائدة وأني ربما فاتتني أشياء وأعتبرها بالعكس أعتبرها شيء عظيم هي ليست منازلة ولا منابزة القضايا الفكرية مو مجلس شخصي وكثير من الناس حتى الفترة يعني كثير من التعليقات يقول لي أنت كذا أنت كذا أنت ملحد وأنت لا ديني ما العلاقة لا باللا ديني ولا بالإلحاد ولا بالإيمان ولا بأي شيء إلى علاقة بأنه أنا أطرح أفكار وأتناور قضايا عامة المسألة ليست شخصية الذي يتعامل بهذه الأمور ويعتبره شخصية ويقول أنك تقول شيئا يكسر أو يخرج عن الأعراف السائدة وبالتالي هو يتحدث عني لا يتحدث عني الأشياء التي أناقشها القضايا الموجودة في الحياة بها آلاف الاعتراضات وآلاف الملاحظات وآلاف الطرق في التفكير والتحليل والاستنباط فعليه لا نحتاج أن نشخص للأمور دائما هي مشكلة الشعوب القطيعية التي تتعيش ضمن جماعة أو ضمن قطيع أو قطيع والدين والقطيع وهذا من حلقات يتحدث عنها وهذا من تعريفات للدين فهو هذا يرى بأنه أي واحد يتحدث عن موضوع موضوع الدين مثلا موضوع الفلسفة موضوع الفكر موضوع أي موضوع كان هذا يعتبر إذا خرج عن ما تعرف عليها فهو رئيس يشعر بالخطر ويشعر بأنه المسألة هناك شخص يطرح شيء مختلف عن ما يعتقد به القطيع فبالتالي هذا شخص خطر هو ليس مهما ماذا يقول هو يقول أن هذا القطيع فيه مشكلة أنه هذا الطريق الذي نسير فيه فيه إشكالات كثيرة وعلينا أن نعالجها هو ماذا يرى ولا يرى لا يفهم ولا يسمع ما تقول هو يقول هناك شخص وينتبه إلى هذه القضية هذا التفصيل هو يقول هناك شخص خارج العهل القطيع وهذا شخص خطر ولا يفكر بأنه هذا شخص يجاي نصحك يقول لك أنه هذا الطريق الذي يسير فيه القطيع وتسير فيه جماعة هو فيه إشكالات كثيرة بدليل كذا وكذا وكذا المفروض يطرح الموضوع للنقاش وليس يطرح الذي طرح النقاش الموضوع يعني على طاولة التكفير والتهجير والطعن والتشويه أخذ ما أقول فكرة أن أخور مناظرة مع أحدهم هي ليست فكرة لها قيمة لأننا أصلا جميعا لا نقف على أرض حقيقية لتصلح للمناظرة حول أي شيء والسبب لأننا شعوب ما زالت لا تمتلك أرضية ثقافية وفكرية مفهومية واضحة ودقيقة لم نصل إلى هذه المرحلة من الوعي الكافي الذي يجعلنا نرتكز إلى أشياء إلى مساحة من المواضعات الفكرية الدقيقة والصحيحة ما زلنا شعوب وثقافات قائمة على أسس تتحرك الفضاء في الغيب فلم نهبط على الأرض لحد الآن نحن الشعوب لا تعرف ما هي الأرض لحد الآن وبدليل لم نقدم لهذه الأرض لم نجد لحد الآن نحتاج حتى الغذاء والدواء من الآخرين فبالتالي هذا هو سبب لأنه ما زلنا نعيش في ذهنية الغيب في عالم الغيب في عالم الميتافيزيق في عالم المورائيات فبالتالي كيف ممكن أن يكون بيني وبينك أرضية للنقاش يعني عندما أكون مقابلة شهيرة جدا بين هابرماس والبابا مقابلة أنساكم يسمح لجميع بطرح أفكاره واللي هو عصر علماني حسب تعبير شارلس تايلر أما هابرماس فيطرح وجهة نظر لكن أين في أي فضاء فضاء وجهة نظره مع متدين أو غير متدين في المساحة المشتركة التي يوفرها هذا الفضاء للحوار فمعناته أكو أساس إحنا عندما نتحدث عن أساس عندك يصح أن تكون هناك مناظرة بين الجميع وبالتالي وعند ذاك أيضا راح تكون هذه المناظرة مفيدة وتقدم شيء حقيقي لأنها كل الطرفين يقفان على أسس راسفة شكرا جزيلا وإشفال بالأمسا